أكد نائب وزير الصناعة والتجارة السالم سلمان الوالي أهمية نتائج الاجتماعات التي عقدها بمدينة جنيف السويسرية ومعه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي واستمرت أربعة أيام وقال نائب وزير الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الوفد التقى خلال الزيارة مدير عام منظمة التجارة العالمية نيجوزي إيوالا ومدير عام قطاع الانضمام مايكا أوشيكاو ورؤساء الغطاعات المعنية بالمنظمة والمدرات والاختصاص في منظمة الأنكتاد وأضاف إن اللقاءات أثمرت عن إعادة إبراز دور اليمن في منظمة التجارة والموافقة على تميل دورات تدريبية لعضاء اللجنة اليمنية لتيسير التجارة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل اليمن للاستفادة من الانضمام للمنظمة مشيرا إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على تميل البنك الدولي لإنشاء مركز المعلومات الجمركي في عدن وكذا عقد دورتين تدريبية تأهيلية للكوادر الجمركية اليمنية في القاهرة وعمان خلال الأشهر الأولى للعام 2024 وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن الوفد الذي ضم منذوب بلادنا الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور علي مجور نغش مع وزير الدولة لشؤون التجارة التحاركية لإمارات الشيخ ثاني الزويدي نغش التنسيق للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيُعقد في أبوضبي أواخر فبراير القادم للعام 2024 وأهمية حجد الدعم اللازم للملف اليمني في منظمة التجارة العالمية